أحسن الله إليكم أخيراً يسأل هذا المدرس ويقول ما هي شروط الرقية الشرعية للناس مأجورين؟ شروط الرقية الشرعية للناس أن تكون من القرآن أو من الأدعية المباحة أو من الأدعية المشروعة في الكتاب والسنة ثانياً أن تكون بالنفذ العربي الذي يفهم لا تكون بالتمتمات والهمهمات والكلام الأعتمي لأن لا يدخلها شيء من الشرك ودعوة غير الله سبحانه وتعالى ثالثا أن يعتقد أن الشفاء من الله سبحانه وتعالى وإنما الرقيه سبب سبب من الأسباب وأما الشفاء فهو من الله سبحانه وتعالى